السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب وضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلقى علىها كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه تطوع وي السفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي ما نخللها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا وفرنا فرصة وهي كانت فرصة حصري عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول. وهي كانت فرصة تطوع في فيتنامش عملها معظم التكاليف وتم اعلان انفائزين في هزي الفرصة. وان شاء الله بازنا للاقيكم موجود مع انا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او ولسه مستمرين ان شاء الله في هذا الكورس. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان نوي كمان جماعة رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقوه موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة اللي ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة حضور مؤتمر في تركيا. تمام كده? يبقى الفرصة بتاعت النهاردة فرصة حضور مؤتمر الدولة التركية. الجهة المانحة اللي مقدمة الفرصة دي او اللي هتنظم المؤتمر ده هو حاجة اسمها مؤتمر السلام الدولي. ده اسم المؤتمر. الجهة حاجة اسمها تمام? هي نابعة من جهة اسمها ويعبار عن سلسلة كده سلسلة يعني آآ هي مؤسسة بتعمل مؤتمرات في دول مختلفة. كنا عرضنا فيديو سابق عن آآ نفس المؤسسة آآ كان في ماليزيا فهو برضو المؤتمر اللي هيكون موجود في تركيا هو تابع لنفس المؤسسة اللي هو تمام? ولكن اسمه هنا يعني الاسم المتخصص للمؤتمر ده في تركيا اسمه تمام? ده اسم المؤتمر اللي هينعقد في تركيا. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم لو انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح فيها التقديم بدون وجود اي مشكلة. طيب هنا عندنا ملاحظة. هذه الفرصة متاحة للجميع. يعني الحاجة بالكويسة هنا ان الفرصة دي متاحة للجميع من طلاب وخرجين. تمام? واي شخص بدون شرط في المؤهل الدراسي يعني لو انت طالب آآ سنوية عامة. تمام? آآ طالب في السنوية العامة في الاولى سنة والتانية سنة والتالتة سنة ولو انت طالب في البكالريوس طالب في الماجستير طالب في الدكتوراه لو انت مخلص دراسة مش بتدرس آآ تقدر تقدر تقدم عادي لو انت دارس اي تخصص يعني مش مش محددين تخصصات معينة لا هو مؤتمر يعني آآ مفتوح في المجالات فمش عايزين تخصص معين كل التخصصات مقبولة فدي حاجة كويسة ان كل الاشخاص تعتبر مقبولة في هذه الفرصة. كمان الفرصة دي مش محتاجة منك شهادة لغة انجليزية بتلاقي ان في معظم الفرص محتاجين شهادة لغة انجليزية. لا الفرصة دي مش محتاجة منك اي شهادة لغة انجليزية. كمان الفرصة دي انت لات تحتاج جواز الصفر بشكل الزامي. معظم المنح والفرص بيشترط عليك انك بتحط لهم صورة جواز السفر او رقم جواز السفر. لأ الفرصة دي وضحت قالت لو انت مش معك صورة جواز السفر بتقدم بالبطاقة الهوية. يعني بتعمل او بتحط صورة بطاقة الهوية ورقم الهوية. يبقى معك جواز السفر ينفع معك الهوية ينفع برضو ما فيش اي مشكلة خالص. طيب بالنسبة لمدة المؤتمر ده قد مدة المؤتمر ده هي حاولي هنقول اسبوع. تمام? هتبدأ من خمستاشر الى تمنتاشر اكتوبر الفين وعشرين. يعني هنا تلتة ايام واخد بقى طبعا ايام اه بقى التحضير والسفر وما الى ذلك يعني هتخش مدة المؤتمر ده في حوالي اسبوع. تمام? طيب بالنسبة بقى للتمويل. تمويل صراحة خرافي بالنسبة ليه المؤتمر ده. اول حاجة هيوفر لك تزاكر الطيران من بلدك الى تركيا مجانة تزهاب وعودة. يعني انت تزاكر الطيران هتكون ممولة بالكامل مش تدفع اي تكاليف لتزاكر الطيران. تمام? في الزهاب وفي العودة برضو. كمان هيكون فيه سكن فندقي لمدة الاسبوع. هيكون السكن الفندقي اه تبع المؤتمر. هيتم تنظيمه ليك مجانا. كمان هيكون فيه واجبات الطعام طبيعة للفندق. هتكون بالمجان. كمان الحاجة الكويسة اللي في الفرصة دي اللي ممكن ما تلاهاش في فرص كثير. اه الحاجة النادرة هي توفير فيزا اللي هي هي يوفر لك تأشير التركية مجانا. تمام? يعني هيساعدوك فيها. وبالنسبة للحصول على التأشيرة هم هيوفرها لك. مش تدفع لها اي رسوم. وهيكون فيه تسهيلات للحصول على الفيزا بدون اي تعقيد. تمام? بالاضافة كمان طبعا المؤتمر ده هيوفر لك زيارة لبعض الاماكن. يعني هيتم فيه زيارة وبعض الاماكن في التركية والحفلات اللي هتم اقامتها والتنظيمات والمناقشات وكل ده يعني هتاخد استفادة وخبرة وهتقابل الناس من كل دول العالم. كمان في نهاية المؤتمر ده هتحصل على شهادة على شهادة بتثبت انك حضرت المؤتمر وقتميته بناجئة. وطبعا الشهادة دي هتكون حاجة كويسة جدا ممكن تفيدك في المنح الدراسية فيما بعد لو انت عايز تقدم لمنحة دراسية في دولة من الدول القوية اا او تقدم حتى في منحة دراسية في تركيا. فدي برضو انت اخدت شهادة من مؤتمر في تركيا. فدي حاجة دعمة برضو في المنح الدراسية. طيب ده كده بالنسبة ليه التمويل. طيب ايه اهداف المؤتمر ده? المؤتمر ده هيتم ليه? وهيتكلم عنه? بيقول لك اهداف المؤتمر هو تحقيق اهداف التنمية المستدامة والدعوة للسلام. هو اسمه تمام? في يعني السلام الدولي او السلام العالمي. آآ يعني مؤتمر عن السلام والتنمية المستدامة لمواجهة العنف الشديد والقراهية وكل انواع التمييز. وهي بيتم تشجيع الطلاب اهما الانها يتم تشجيع الطلاب والخرجين على التقدم لقمة الشباب اللي هو مؤتمر قمة الشباب في تركيا يعني كل الاشخاص متاح لها التادي اه هنا بالنسبة بقى لشروط التادي مركز معاه في الشرحة ده عشان مهم جدا ان لازم يكون سنك ما بين ستاشر سنة الى خمسة وتلاتين سنة يعني لو انت سنك ستاشر سنة تقدر تقدم اه سنك خمسة وتلاتين سنة تقدر تقدم سنك ما بين الستاشر والخمسة وتلاتين يعني محصور في الفئة العمرية دي تقدر تقدم انما اقل من ستاشر او اكتر من خمسة وتلاتين بتقدرش تقدم في هذه الفرصة طيب ايه هي الاوراق المطلوبة للتقديم عندنا مجموعة اوراق بسيطة جدا مطلوبة للتقديم اول حاجة صورة شخصية لك هتحط صورة شخصية لك تانية حاجة صورة جباز الصفر ولو مش معاك جباز الصفر بتقدم بصورة البطاعة الهوية تمام وتالت حاجة في مقالات في بتاع المنحة اللي هنشوفه بعد شوية زي اه خطاب النية وبعد المقالات الاخرى لازم تكتب هزي المقالات بعناها لانها برضو مهمة ومن المقالات اللي يعني عليها عامل اه القبول تمام كده يبقى دي الاشياء المطلوبة اخر موعد للتقديم في الفرصة دي هو حتى تلاتين اغسطس الفين وعشرين ده اخر معادي عشان تقدم في الفرصة دي فتقدر انك تجاهز نفسك من دلوقتي وتقدم في الفرصة دي وتشوف ايه الاشياء اللي نقصها وتبدأ تجاهزها اه بالاضافة الموعد اعلن المقبلين يعني التقديم هيخلص تلاتين اغسطس المقبلين هيتعرفوا او هيبعتوا المؤتمر هيبعت رسالة للمقبلين في سبعة سبتمبر الفين وعشرين يعني بعدها باسبوع يعني انت اه المؤتمر هيخلص تلاتين اغسطس بعدها باسبوع هيعلنوا الناس اللي هتفوز في المؤتمر ده والناس اللي هتسافر للحضور المؤتمر في تركيا ودي حاجة كويسة جدا مش هيأخروك مش هيعدوك بالشهور زي المنح الاخرى لا. انت ترى في النتيجة بعدها باسبوع مباشرة. بالاضافة كمان بقى هنا في ملاحظة ان احنا كخونات منح من كل الالوان. بنتي حملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز ان احنا نقدم لك فيها زي الفرصة. آآ بنقدم لك عادي هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ولو انت حابب تقدم بنفسك في هذه الفرصة. ممكن عادي جدا تتبع شرح الفيديو وتقدم بنفسك ما فيش اي مشكلة خالص. طيب. آآ انا هنا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة والتقديم. ده اللينك بتاعها هتضغط عليها هيفتح معاك الاعلان الرسمي للمنحة. الاعلان الرسمي للمنحة لما تفتحه هيظهر معاك بالشكل ده. هتلاقي في مجموعة اشياء هنا بيتكلموا عليها. آآ بيفسروا لك المنحة بشكل اكبر. بيقولوا لك هنا المنحة بتشمل ايه? تمام اللي هي الفيزا الاكموديشن تذاكر الطيران. آآ كل ده بقى شرح حاجات بقى زيارة الموقع والحفلات وما الى زي. تمام? واركز معايا برضو في حتة ان آآ المنحة دي فيها تلات اقسام. يعني المنحة دي هيكون فيها يعني ايه? يعني في ناس هتفوز دي بالتمويل كامل. هتفوز بالتذاكر الطيران والسكن الفندقي والتأشيرة مجانا. وكل ده هيتلعملها بالمجان. وفي ناس تانية هتاخد نص التكاليف. في ناس هتاخد تذاكر الطيران بس. والسكن بس. تمام? وفي ناس تالتة مش هتاخد لها تذاكر طيران مجانا ولا فيزا مجانا ولا السكن مجانا وانما هم هيساعدوك في هذه الاشياء ولكن مش هتكون بالمجان هتكون على حسابك. فما ننساش ان فيه تلات فئات في المنحة دي والمنحة هي من خلال الابليكيشن اللي انت تملاه هم هيقرروا انت ممكن آآ يعني تكون في اي فئة وهم يختاروك في اي فئة. تمام كده? عشان بس يبقى المعلومة دي واضحة للناس. طيب وهنا طبعا نذاكرين الشروط ما بين ستاشر لخمسة وتلاتين سنة زي ما احنا كنا وانا. طيب ده الموقع الرسمي وده موقع التقديم. آآ دي اول خطوة اللي هو عن المؤتمر بعد كده بتخش للتوبيكس بيكلمك هنا عن مواضيع المؤتمر اللي هتكلم عليها زي السلام زي يعني آآ مواضيع ضد العنف والتمييز وما الى زلك فدي مواضيع المؤتمر واهدافه. وبعد كده بتخش على حاجة اسمها فيه. فيه ده اللي هو الرسوم التقديم آآ للمنحة دي. فيه رسوم آآ معظم المنح اللي بتكون قوية او الفرص اللي بتكون قوية بيعرض رسوم للتقديم. الرسوم دي بيكون هدفها ان يضمنوا جدية الشخص. يعني مسلا ممكن اي واحد يخش يكتب اي كلام في ويعمل 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 ارسال للمنح. فالمنحة عايز الاشخاص ان تكون جد. عايز الاشخاص اللي هم فعلا مهتمين بالفرصة دي. فعشان كده المنحة حطت رسوم حوالي خمسة وعشرين دولار. لازم تدفعهم الاول. آآ والرسوم دي غير قبل الاسترداد لازم تدفعهم. عشان تعمل وعشان بتاعك يوصل للمنحة. وطبعا فيه كزا وسيلة دفع عن طريق الكريدت كارد بتاعتك او عن طريق بايبال عن طريق تحويل البنكي. فيه كزا وسيلة دفع ممكن انت تقدر تتباحها وهنا بيشرحولك ازاي ممكن تدفع يعني بيقولك هنا عن طريق تضغط هنا لو عايز تدفع عن طريق البيبال تضغط هنا لو انت عايز تدفع عن طريق الكريدت كارد. تمام? وبرضه احبب بنوه ان الفرص اللي بيكون فيها رسوم للتقديم بتكون فرصتك في القبول فيها اعلى شوية لان الاقبال ما بيبقاش عليها كبير. لان انت بتدفع فيها مسلا رسوم. آآ اكيد مش اقبال واكيد مش كل الناس بتدفع رسوم فبالتالي انت بيكون مصيبك شوية في المنحة اكبر من المنحة اللي بيكون فيها بيتمالى مجانا. تمام كده? طيب. ده بالنسبة للرسوم آآ بعد كده بتخش على آآ هنا بقى الابليكيشن الرسمي. المعلومات اللي انت مطلوب منك تملاها. بيقول لك آآ تحط بتاعك. تحط اسمك. آآ تاريخ ميلادك. تتكلم تحط الايميل بتاعك. هنا بيقول لك الباسبور تحط اسمك زي ما موجود في الباسبور. او بطاقة الهوية. هنا بيقول لك حط رقم الباسبور. ولو مش معاك رقم الباسبور. تحط آآ بطاقة الهوية. تكلم عن الجنسية بتاعتك. رقم الواتساب بتاعك. آآ هل بتحتاج فيزا لتركيا ولا لأ? عشان لو بتحتاج فيزا هما يوفرها لك. هنا بقى بنيجي لجزئة المقالات. بيقول لك آآ ده الموتيفيشن هتتكلم عن يعني نفسك وكده تتكلم يعني ليه عايز تقدم للمنحة دي. ده الموتيفيشن بتاعك النية بتاعتك اللي عايز تقدم لها. وتاني خطاب هنا بيوجرافي عنك. يعني اكتب زي سيرة ذاتية عنك آآ بشكل مختصر يعني. تمام كده? بعد لما بتملع كل هزي الاشياء بتضغط على كلمة ناكست وبتخش على الخطوة اللي بعدها. وهنا في الخطوة دي بيطلب منك انك اول حاجة تحمل صورة شخصية ليك. ده في الجزء ده الصورة الشخصية تحطها هنا تعمل upload وتحطها هنا. تاني حاجة صورة جواز الصفر او صورة الهوية تعمل لها upload وتحطها هنا. تالت حاجة اثبات الدفع. اثبات دفع رسوم. آآ انت دفعت. يبقى تصور الورقة اللي انت دفعت منها. او تعمل يعني للآآ لاثبات الدفع وتعمل upload هنا. تمام كده? وبعد كده بتضغط انك موافق على الشروط وبتعمل next. وبعد كده باخر خطوة طبعا اللي هي submit application تضغط على كلمة submit وبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام كده? يبقى المنحة صراحة ممتازة جدا انت مش هتدفع فيه هزي المنحة اي شي فقط. تحضر عشان تطق. وتسافر على طول لو تم قبولك ان شاء الله. كل حاجة عليهم تذكر تيران فيزا ساكن فندقية واجبات طعام زيارة الاماكن يعني تعتبرها انها فرصة حضور مؤتمر آآ هتقابل اشخاص من جميع الدول وكمان زي رحلة استكشافية كده في تركيا. فدي حاجة تكون ممتازة جدا. فلو حابين تقدمو لها يا ريت. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبليكم في هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.